في الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص النادي الأهلي ولا سيامة طبعا الماتش المهم يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله أمام سان جورج الاثيوبي للحفاظ على لقب بطول الدولي أبطال إفريقيا عن الاستعدادات لهذه المباراة وعن مشوار النادي الأهلي محليا وقريا هنفتح الملفات دي كلها مع الأستاذ عبدالقادر سعيد النقد الرياضي لمنورنا بحلقتنا النهاردة صباح الفل عليك فل صباح الفل عليك وصباح الفل على حضرتك وأهلا بكل السنة المشاهدين ومن شاء الله يبقى يوم جميل عليك يا ربك أهلا بك يا مسيو عبدالقادر يعني سعادة 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 بك أكيد بص حقول لك على حاجة أكيد هنتكلم في المباراة القادمة طبعا يوم الجمعة مع سان جورج لكن في ناس كتيرة كانت حتى أنا بتابع يعني السوشيال ميديا يقول لك مش هزين نواف قوي عند المباراة دي لأنها مباراة لحد كبير يعني مش هول مضمونة بس تعتبر من المباراة اللي ما فيهاش ألأ فخليني برضو أعرف وجهة نظرك على الموضوع ده ده حقيقي طبعا يعني احنا دايما بنقول لك ما فيش مطش سهل وأن ما ينفعش اللعبين يستسهلوا لكن هي يعني ممكن احنا قولناها فعلا مباراة سهلة النادي الأهلي بيلعب المطشين في ملعبه مطش الأولاني 3-0 والنادي الأهلي كان يعني مستوى تدريجي في المباراة ما كانش اللعبين بيبزلوا أقسم عندهم قوي لأن ده منطقي أن انت تقدر زي ما بنقول كده بالبلد بيقولوا في الكرة بتوفر بنزين ما ما تحرقش بنزين كتير في المباراة لأن انت لسه عندك مطشات تانية عندك مطشات في الدور المفروض مباراة أجلت أمام سراميك هترجع تخش على معمعة الدوري بقى ومباريات متتالية بعد كده تروح الدوري السوبر الإفريقي فأنت لازم تبقى موفر طاقتك بالكامل بالنسبة لكل اللعبين وده اللي هيحصل كمان في مباراة يوم الجمعة يعني النادي الأهلي لو بيلعب بأقصى طاقتهم مطشة الجمعة ممكن يخلص بنتيجة 5-6-7 لو النادي الأهلي عايز يوصل للنتيجة لكده لكن ده مش مطلوب وده مش مطلوب بالجمهور كمان لازم يبقى عارف أنه ده مش مطلوب أنت المطشة لو خلص 1-0 لو خلص 0-0 لو خلص بأي نتيجة في النهاية النادي الأهلي يهموا بس التأهل إلى مرحلة المجموعات في دورة الطاقة فإنت برضا لو ما بتفوز بسكور كبير مش دي بتبقى رسائل ضمنية لكل المنافسين بعد كده ده حقيقي طبعا لكن مش بيبقى ده الهدف يعني مش ده دايما الهدف حتى في أوروبا بنشوف الفرق الكبيرة في كاس كرباو مثلا في الدوري في إنجلترا بتلاقيهم مش بيرياء مش بيلعبوا الفريق أساسي ومش عايز يهلك نفسه يعني من برح كان فيه تصريح لبورديولا بيقوله أنه هيرجع بعد المطش يوم الخميس بالليل هيسافر يوم الجمعة الصبح فأكيد اللعبين هم في المباراة يسافر للمطش اللي بعده يعني فأكيد اللعبين هم في المباراة يبقى عارفين أن هم بكرة وبعده عندهم رحلتين صعبين جدا فمش عايزين يبزلوا أقصى مجود في الملعب لأ يعني ممكن نتمشى شوية في الملعب وده حصل على فكرة في كاس العالم ده بيحصل حتى أنا فاكرا المطش اللي كان بين السعودية والأرجنتين يعني الأرجنتين ما كانتش بتلعب بجد مطش الأرجنتين كانت الأرجنتين مش مدية السعودية الاحترام التي ستستحق يعني لكن بالنسبة لمطش نادي الأهلي وسان جورج لا أعتقد نادي الأهلي بيحترموا نفسه بشكل كبير جدا لكن أنا بتكلم على توفير الطاقة أو على الزكاء في الملعب بالنسبة للعبين وبالنسبة للمدرب فانعتقد أن نادي الأهلي هيقدر يتعامل مع المباراة ويحاول يمشيها بالشكل اللي هو عايزه يعني طول ما المطش صفر صفر طول ما نادي الأهلي يجي واحد صفر بس لصالحه ما فيش أي مشكلة المهم أن احنا نتأهل إلى دور الستاشر اللي هو أصبح مرحلة المجموعات للوقتي لأن اللي جاي صعب جدا نادي الأهلي هيدفل على موسم ضرب ضر طبعا لما تكون حامل اللقب دائما النادي الأهلي بيواجه المشكلة دي لما تكون حامل اللقب كل الفرق بتبقى عايزة تضرب البطل بتبقى عايزة تضرب الفتاوة زي الأفلام الأديمة من الفتاوة لو ضربت الفتاوة دا هبقانا الفتاوة دا دي الفكرة أن النادي الأهلي طول ما هو حامل اللقب كل الفرق اللي بتواجهه عايزين يجيبه جول حتى فرقة سان جورج بهمها المطش اللي جان هم يقولوا احنا جيبنا جول في النادي الأهلي والراجل اللي جاب جول يروحي بلد يقوله انا جبت هدف في النادي الأهلي الأكبر في القرى الإفريقية وده مش كلام يعني مبلغات ده حقيقة لأن النادي الأهلي فعلا 11 بطولة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي بيلعب على البطولة الـ 12 إن شاء الله وفي نفس الوقت بيلعب على بطولة جديدة خالص اللي هي دوري السوبر الإفريقيا اللي إن شاء الله لو النادي الأهلي قدر يوفق بيها هيحط جزء كبير جدا كمان في تاريخه وفي خزنيته كمان لأنها هيكون لها جواز مالية كبيرة جدا يعني اللي سمعناها حتى لأنها في حدود 6 مليون دولار للمركز الأول من 3 منافسين يعني هما 6 مباريات ذهاب وقياب لكن في النهاية هتبقى مكسب كبير جدا ولذلك النادي الأهلي السنة دي جدواله مزدحم جدا وده اللي قال له أنه هو يرفض أي بطولة مستحداثة المشكلة المرة دي زاد عليه دوري السوبر الإفريقي وعايزين يزود عليه كمان بطولة السوبر المصر اللي أصبحت شبهة السوبر الإسباني شوية أنهم أربع فرق ويجلعبوا سيمي فاينل وفاينل فالموضوع بيزيد كل شوية المباراة وزيادة عدد البطولات واستحداث المزيد منها ده في صالح الرياضة دي ولا بيستنزف وبيستهلك الفرق يمكن يكون في صالح المشاهدين شوية أو حقوق البس بقى والرعاية والإعلانات والبيزنس البزنس بتاعكم